الصلاة معينة على الثبات والمصائب قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وهي تفتح أبواب الرزق قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا وهي سبب في الرزق بالأولاد قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى وهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم وراحة بال المؤمنين وكثرة السجود سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوى وهي الحد الفاصل بين الإيمان وبين الشرك والكفر ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة